تحرك سعودي خارجي على خلفية الحرب الدائرة في اليمن في أكثر من عاصمة عالمية تتوالى زيارات المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وتشمل فيما تشمل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي في واشنطن أكد وزير الخارجية الأمريكي مايت بومبيو عقب لقاء له مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لما أسماه سلوك إيران المزعزع للاستقرار وأوضح بومبيو في تغريدة الله في تويتر أن لبلاده مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن وذلك في ختام محادثات بحث خلالها الوزيران عددا من القضايا الأمنية الإقليمية الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أوضحت أن الوزيران بومبيو وبن فرحان أعرب عن قلقهما إذا أعمال العنف الأخيرة في اليمن بما في ذلك الهجمات الحوثية عبر الحدود على المملكة العربية السعودية واتفق على الحاجة إلى العودة بسرعة إلى وقف التصعيد ووفقاً للمتحدث أورتاغوس فقد كرر الوزير بومبيو دعم واشنطن لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفث للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفيما يقوم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بزيارة لرومانيا يتواجد حالياً في العاصمة البريطانية لندن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مهمة تندرج وفقاً لما كشفت عنه البيانات الرسمية السعودية في إطار الدفاع عن موقف المملكة والتحالف إزاء الحرب الدائرة حالياً على الساحة اليمنية ففي تصريحات أدلى بها من مقر السفارة السعودية في لندن أكاد العقيد المالكي الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالف قواعد الاشتباك ومخالف القانون الدولي الإنساني وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف موضحاً أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية وأن الملفات تتضمن الوثائق والأذلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة ولفت المالكي إلى أن الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة والتي قال إنها ستعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية